بعد اعلان المملكة العربية السعودية عن نيتها تنظيم الحج لهذا العام عشرة الاف ومائة وستة وثمانين حجا سوريا سيتمكنون من اداء فريضة الحج لعام الفين واثنين وعشرين ميلادي الف واربعمائة وثلاثة واربعين هجري وذلك بعد انقطاع دام لموسمين بسبب جائحة كورونا وسط شروط واجراءات عديدة اعلنت عنها لجنة الحج السورية العليا نصح الحجاج اولا يأخذ لقاحات فورا لان هذا بده وقت فاهم شيء اخذ اللقاحات بالاضافة الى انه اللي عنده جواز وكان مسجل بعام الفين وعشرين بدايته واخذين منه بصمة العين ان يبادر فورا يجمع مبلغ من المال ويبادر الى تزديد هذه الدفعة الاولى من تكاليف الحج ان شاء الله بعد شهر او اقل من ذلك بيكون انضبط التكاليف فريضة ينتظرها الكثيرون من العام الى العام منعتهم من ادائها جائحة كورونا على مدى سنتين متتاليتين وما ان اعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها استقبال مليون حاج لهذا العام حتى بدأت لجنة الحج السورية العليا بدء الاجراءات باستقبال الطلبات وتعميم الشروط والتعليمات فعد انقطاع عامي من عام 2020 وعام 2021 حيث كان في عام 2020 حاج داخل المملكة فقط ما يقدر بسبعة الاف حاج وفي عام 2021 كان بحاج داخل المملكة فقط بعدد تقريبا ستين الف حاج مجرد ما اعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح باب الحج لهذا العام بمليون حاج الاتصالات كثيرة جدا 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 كلهم بشغل الذهاب للحاج هي شعيرة من شعائر الله التي تسعى اللجنة لتسهيلها للسوريين اينما كانوا بغض النظر عن ارائهم وانتماءاتهم بعد انقطاع دام لموسمين تعود لجنة الحج العليا السورية لفتح ابوابها من جديد لاستقبال طلبات اداء فريضة الحج خبر لطالما انتظره كثير من السوريين لما لاداء هذه الفريضة من مكانة في نفوسهم حسين الزيدي حلب اليوم من مدينة اسطنبول